السلام عليكم الله وبركاته واهلا وسهلا بيجوم في فيديو جديد النهاردة عندنا سلسلة البداية من السفر حاصل طلب احد من تبين اول ما اللعبة تفتح معانا هديجي رسالة تقولك انت موافع على الشروط هنعمل اكسبتر الاثنين بعدها يجي يطلب منك دخل يوزر نيم اللي هو يبقى اسمك في اللعبة هندخل اي حاجة يطلب منك تحمل بيانات اللعبة هنعمل ده و اللوب وبعد ما تحمي ليه خلاص هيجي يسألنا عاوزين طريقة اللعبة كلاسيك ولا تاتشان فليك هنختار كلاسيك بعدها يجي يسألنا عاوزين ناخد منتخب او فريق ايه انا خدت من افريقيا خدت مصر بعدها هندوس اللعبة هتفتح معانا هندوس اكس هنستلم الدخول اليومي و هناخد ميسي هدية و هندوس اكس عشان نسكيب كل الرسالة اللي جعلنا دي و دي كانت اخر رسالة هنستلم الهدايا هنلاقي نسخة ميسي انتر ميامي وبعد كده نروح الى باكت جاد معانا فتحة مجانية على باكت البيج تايم اللي فيه فان باستن و خلد و ريكا يا رب لاعب خمس نجوم على القلب فتحة عادية ولا ايه بيك ولا بيج تايم دوري غريب ثلاث نجوم ده حظي و انا عارفه عادي هنروح نفتح بقى الفتحة الخمس نجوم يا رب لاعب كويس عندك كريسيانو مبابي ليفندوسكي بنزيما نيمار ايه بنيسيوس ايه حد من دول يا رب خمس نجوم دوري عزباني يا رب ليفندوسكي او بنزيما ليفندوسكي الحمد لله ليفندوسكي فيها ثاني لعب خمس نجوم ينضم للتشكيل اللي هو روبرت ليفندوسكي بعدها نروح الى المهمات ونستلم الباكت جاد الى 4 نجوم وهنستلم كمان بتوقات التدريب بعدها نروح عشان نفتح الباكت جاد الى 4 نجوم لسه مستلمنا وده اول باكت جي معانا نسكيب سي اف دوري فرينسي 75 قوته تانية فتحة تحظة حتى الان مش جايت سي اف برضو 78 ده كويس يا رب ده بلا فريق سي ام اف 78 كويس جدا عاوزين زي دي بقى عاوزين حظ زي ده كمل على الحظ ده يا رب اوسخ من كده مفيش اوسخ من كده مفيش عمري ما شفت اوسخ من كده عمري ما شفت اوسخ من كده انا قلت عاوز نفس الحظ مش نفس اللاعب ما علينا نفتح لسه معنا فتحتين اربع نجوم سي بي ستة سبعين والفتحة الاخيرة اللي عندنا اللي بي سبعة سبعين كويس اللي عشان نروح نحط اللاعبة دي في التشكيلة انا مش عاجباني الخطة دي اغير الخطة بصوا اللاعب متقرر مش عارف ايه ده وهنغير الخطة عشان انا ما حبش الخطة دي هنعمل فورميشن تشينج هنختار الخطة اللي احنا عوزينها انا اخترت اللي اربعة اتنين ثلاثة ونازل لعيب اقولت لا اعمل اوتو بيك اسرع وده بعد ما قوم بتل عمل اوتو بيك انا نازلت شو هتلعيب اه وغير الاماكن وارجع لكم لايه بتشكيلة مش احسن حاجة قلت اغيرها خلي اتنين خطة نص واحد بس لصاني على العاب عشان قطوة النص اللي عني بتلعبش النوع على العاب فاخترت التشكيلة دي وده كان شكلها وبعد محاولات ده كان شكلت تشكيلة قصة 2077 هنبدأ نطور في اللاعبه وارجع لكم خلصوا التدريب اللي كنتو اخدها وده اخر اللاعب اطور فيه طورتهم كلهم في التناغم واللي ببقى طورت في التقاط ده بعد التطوير بقى التشكيلة 2043 والتناغم 86 واللي ببقى معظمها في التناغم 99 بعدها نروح نسلل المهمات هنلاقي برضو فيه كروت تدريب ونروح على المهمات الثانية اللي عندنا 16 مهمة اللي بقى فلوس وكروت تدريب اللي بقى فلوس وكروت تدريب اللي بقى نفسنا بقى معانا فلوس فلوس هنروح على التشكيلة نبدأ ندرب اللاعبة وارجع لكم وده كان اخر اللاعب اطوره اللي هو كان ميسي ده هشكلها بعد ما اطورت اللاعبة شوية لقى ركزت على ميسي ريفندوسكي بعدها نروح نلعب اهم ايبنت ايبنت الميت كوين ده مش موجود غير الناس اللي لسه من نزيل اللاعبة وهندوس نعمل توماتش نعمل بلاي الايبنت بقدد برشلونة بس الايبنت سهل جدا واسه مش بهمتك تفوس بهمتك تلعب الماتش بس تمتع بالماتش وانا نخلص الماتش وارجع لكم واول ما نخلص الماتش هنستلم عقد ترسيح 3 نجوم من الماتش باس وانا نستلم الميت كوين خلق بنا عشان نفتح الميت كوين ونشوف حظينا يبقى عامل ازاي بس قبل ما نروح نفتح الميت كوين هنروح المهمات على ميسي هنلاقي بقانلة مهمة واحدة عشان ناخد الخمس نجوم المهمة دي بيقول لك تعلم الكنترول هندخل اي تدريب زي ما انا عملت كده والما تدريب يبدأ هنخرج برا التدريب هنعمل اسكيب كده كده التدريب بدأ ندوس على العلامة اللي فوقه بعدها هنخرج برا التدريب بالطريقة دي عشان نروح المهمات هنلاقي المهمتين يتعمل هنستلمهم اهم حاجة الباكيج 3 نجومة عشان بيطلق لك حارس مؤكد هندخل النيمار نستلم الهدايا دي كروت تدريب وفلوس ومدرب وكروت تدريب وفلوس تاني وميد كوين اللي استلمها بكرا عشان نعدى يوم اللعبنا اللعبة يومين يعني هنروح المهمات دي اللي عندنا تمام مهمات هنبدأ نستلمهم هنريم جي بيو حاجات نعمل ريسيب اول اللي نفسنا معانا 226 ألف ونروح على صندوق الهدايا عشان ناخد الميد كوين اللي استخدينها من الإبنت شوف بق شوف الفتحات الجدي لتطوري التشكيل اهم حاجة لفتحات اللي جاية هنريد تحت 3 نجوم دي الحراس اللي موجودة جوه اقوة حارس 77 يا رب واحد من اقوة الحراس اللي في الفتحة دي يا رب نعمل سكيب وقوة الحارس 79 مش مهم من المهم انه حارس احسن من الحارس الستين الواقف ومعانا فتحة الخمس نجوم يا رب هنشوفه يطلعين لنا دوري ايه دوري انجليزي خمس نجوم طبعا ان شاء الله لعب كويس سون هيونج من لعب شوتنهام سون الحمد لله لعب السوري طبعا غنى عن التعريف بعدها روح الميت كوين هنشوف تشكيله محتاجه ايه لاب ما نفتح وهنبدأ ننزل اللعبه اللي لسه جايلنا هنبدأ بالحارس بعدها هنشوف سون هنلعبه فين انا شايف نحطه مكان السي اف نحط مكان السي اف ونلعبه اللي ده بيقف ونلعب لباندوسكو والسي اف وده كان شكل التشكيله بعد مطورنا ميسيو سون وشوية من لباندوسكي فالله بينا عشان نكمل تبتيح الباك الجهات لسه معانا الميت كوين غالبا نفتحها على باك الجريال مدريد اش احنا محتاجين الدفاع فلو طلع لنا الابة قطر خير اللعبة قطر خير اللعبة او فينسيوس او بالنجهام نفسه افتح لك كريسيانا بس مضطر افتح لباك الجريال مدريد يا رب يا رب يا رب الابة او فينسيوس او بالنجهام دول اللي انا اعاوزه طبعا دوري عزباني خمس نجوم واللاب سبع الاسطورة فينسيوس جونيور مرحبا بك في التشكيلة ايه ده اللقوم بقى قبار عندي يعني فندوسكو و سونه يونج من و فينسيوس و ميسي في اللقوم ايه ده يا جماعة بشكل التشكيلة بعد ما حطينا فينسيوس و هنخرج عشان نستلم الهدايا هنروح المهمات هلا عندنا خمس مهمات هنستلمهم هنستلمهم هدنا كروت تدريب هنبص على هود الترشيح معنا عد ترشيح ثلاث نجوم اللي اخدناها من ماتش بس هنجيب لاعب سي بي هنجيب اللوات ده و رسميا نضم للتشكيلة هنعمل سكيب بعدها نخرج و نعمل باك و نروح على التشكيلة ننزله وبعد ما نزلناها هنطور الحارس من خمسة و سبعين لتنين وتمانين و طورناه في التناوم التناوم بقى تنين وتسعين هنروح على صفة المدرب و نعمل وهنحط المدرب اللي خدناه من نيمار هنلاقي التناوم بقى تمانية وتسعين هنخرج برا عشان نستلم المهمة بتاع تغيير المدرب نلاقي نفسنا خدنا تدريب و هنروح على المهمات التانية هنعمل نستلمهم كلهم هنلاقي فلوس و حاجات بعدها هنروح على التشكيلة هنطور فينيسيوس عشان ما اطورناهوش حتى الان و ده بعد اطورناه بس هلسه ما وصلتش ماكس ليبل عشان ما اعناه شكلوك كفاية كنت هكون خلص فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو شتركوا في القناة عشان الفيديو الجاه يبقى جامد يبقى معنا امتين كوينز و كمان هنفتح الفتحة المجانية بتاعت نجوم الأسبوع سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة